اشتركوا في القناة خلونا مباشرة نبلش بالكاب كيك عندي خمس بيضات لازم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ يعني طالعتيون قبل بوقت من البراد كرمال ما يكون عندك كل بيض كتير بارد هذا سر من اسرار نجاح الكيك ولا الكاب كيك اه اجمالا هي نزلت عندي الخمس بيضات كلهم رح ننزل فوق منهم هلأ فانيليا اه لك حرية الاختيار بدك فانيليا سائلة او فانيليا بودر بيرجع لك المهم مع الاكبيرة انا رح ننزل عندي هون مع الاكبيرة من الفانيليا السائلة هي نجهتين نكهتها طيبة بس يعني سبحان الله السائلة بحس نكهتها اقوى بالكيك انا رح ننزل عندي هون السكر البني عادي فينك انت تستخدم السكر الابيض ما في ايام الشكلة فيه تمام ومعلقتين من الخل بيعطي ارتفاع للكيك وخلي انه عندك الكاب كيك سفنجي كتير ولن رح نبلش هلأ نخفؤون خفاء الكهربائي بسم الله الرحمن الرحيم ازا ما عندك خفاء الكهربائية عادي باية مضرب كيك فينك تشتغل فيه لو يدوي يعني لازم اقل الشي اربع دقايق خمس دقايق هو يعني نجاح الكاب كيك يعني لما بتبلش شي هيك تخفئ البيض تمام هو هاد اساس الكاب كيك هاد اساس النجاح طبعه شوفوا اللون السكر البني على الخفاء كيف عطاها هيك لون الكراميل طبعا لانه انا هلأ حطت السكر بني عادي جدا لانه عم ساوي الكاب كيك بالشوكولات لو كان الكاب كيك بالحليب كان اجباري لازمني سكر ابيض وهلأ بعد خمس دقايق رح نزل عندي ثلاثة رباعة كاسة من الزيت زيت دوار الشمس بالتدريج كرمال ما البرضة عندي اللي خفقته ما يهبط بعد ما نزلنا كل كمية الزيت عندي هون كمان برضو ثلاثة رباعة كاسة من الحليب ولازم كمان الحليب يكون دافي بدرجة حرارة المطبخ اذا نسيت طالعي من البراد دفيه على الغاص كرمال ما يخرب عندك الكاب كيك وهلأ رحض خليط البيض على جناب رح نجيب طبقة تانية نضيف رحض فوق من المصفاية نعمة رح ننزل اول كاسة من اللطحين ننخلق كرمال نتأكد ما يتواجدوا عندي اي تكتلات ابدا رح نزل كمان برضو كاسة تانية وانخلق وعندي هون ظرف مقدار خمسة عشر جرام رح نزلوا كله لانه انا عم بعمل كمية كبيرة كمان برضو رح انخلوا ولما بتلاقي هيك صار في تكتلات نعمة عادي بايدك ساويا بتصير الامور باللوز وهلأ رح اخلطهم مع بعضهم البعض اخلط 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 فينكم كمان بهيد الوقت هلأ تنزلوا الكاكاو وفينكم تساوه على طريقتي انا طبعا ننسيت والله انخل الكاكاو معهم بس عادي ما بيقسر رح نزل اه هلأ اللطحين والباكن باودر وشوي شوي رح اخفوهن على سرعة خفيفة بس انا هون مسرعة عندي الفيديو تمام كرمال ما تملو وتاخدوا الفكرة السريعة يعني والمناسبة شوي شوي باللطحين وع سرعة بتير بطيئة يعني هيك عالاخر حد وهلأ هون بعد ما نزلت كل طحين اخدت اللي سمعته لها عم بيتأكد منه انه ما ظل عندي ابدا نطحين ورح نزل بقات الكاكاو معلقتين كبار من الكاكاو الخام ورح انخلهم كمان برضو حتى ما يضل عندي اي تكتلات ورح انزل شوي شوي فيهم مثل ما خبرتكن فيكن هدول المعلقتين تحطوهم مع اللطحين وقت عملناهم بالمصفاية ونخلناهم واذا نسيتوا مثل مني عادي بتنخلوهم لوحدهم وبتنزلوهم شوي شوي وانا عندي هون مقدار معلقتين كبار من برش البرتقال طبعا حطيتهم اخر الشي لانه بتعطي نكهة اطيب بكتير ما انك انت تحطيهم اول الشي يعني بتضل اه الحبة تبع البرش متل ما هي ولصدق للامانة اه طلعت لقيت مزيج الكابكيك يعني رخوا شوي انا لأ بدي ايكون اسمك كرمال يرتفع اكتر وما يهبط عندي بس يطلع من الفرن وانا طبعا رح حط لكم كل المكونات تحت صندوق الوصف يعني بالتدريج كرمال ماتوهو وهي انا عندي هون وراء الكابكيك عندي هيدا الشكل عندي هيدا الشكل الثاني طبعا انتو لكون حورية الاختيار اه بانواع الورق وكمان فينكن تستخدموا الكابكيك تعملوها من غير صواني الكابكيك هلا شوفوا كمان شو رح اعمل ازا بتحبوا تعملوا متل هاي الوراق المرتفعة اه رح نجيب ورقة زبدة طبعا في ورق زبدة ابيض وفي منه اللون البني انا عندي هلا هون اللون البني وراح قصه على طولة طبعا انا رح اعملكون يعني بس كرمال انه ازا حبيتو تساوى انتو بالبيت اسمعكم وراء كمان برضو الكابكيك بدنا نعمله نفس الموديل ونفس الشكل طبعا كل ما حبيتو تكون الورقة الكابكيك مرتفعة اكتر من هيك بتكبروا الورقة تبع القص بتعملوه مربعة اكبر شوي رح نقصه من اربع الجهات انتن مو شايفين عندي هون وبعدين رح نضبون على بعض وازا ما استحكمت تضبيهم بتجيبي كاسة مدورة بتحطيها بقلب منه وبتفتليف ثلاثين بتصير عندك بهيدي الحركة اوكي نفسه زاته نفس الورق اللي انا عنديه هون هون شايفين ما شاء الله خبرتكم بدكم بطولون بتكبري القص تبع الورقة اكتر هلا رح نزل عندي الكابكيك عندي انا هون كب جاية صغيرة رح ححط للكل نفس الكمية طبعا انا مشاغلة عندي الفرن لازم اول ما تبلش تشتغل بالكابكيك تكوني مشاغلة الفرن لانو ما رازم انحط الكابكيك بالفرن على درجة حرارة باردة عرفتو بيخرب عنكن الكابكيك تمام وانا عندي هون حبات من الشوكولات المخصصة يعني لحتى تنشوها وانتو طبعا لكم حرية الاختيار شو بتحبو اتزينو اتزينو فينكن تخلوهن هيك بلا تزينو شو بيرجعلكون وهاي كمان الكابكيك من غير صواني الكابكيك بس بشرط انك تحطي لهم ورقتين متل ما شايفين عندي هون بالفيديو حاططون ورقتين ورقتين كرمالة ضلة الاطعم متماسكة عرفتو كأنكن حطيتوهم بالكابكيك وهلا رح ارجيكم كيف رح يطلعوا عندي بالفرن ومثل ما شايفين ما شاء الله كمية كبيرة طلعت عنا من الكابكيك يعني اقل شي طلعوا عندي حوالي 30 اطعم من الكابكيك انا هدون عم بعملون لبنتي بالمدرسة حبيت ااخدوا لرفقاتها وطبعا عملت انه للبيت معقول ما اناكل شوف ما شاء الله كيف الكابكيك صار جاهز عندي شغلت الفرن من تحت فقط على درجة حرارة 180 ما اخدوا تقريبا ربع ساعة معي وبعدين شغلتوا دقيقتين من فوق يعني ما شاء الله المنظر لحاله بيحكي قديش مرتفعين الكابكيك اللي صغير ولا اللي كبير وصحة والف هانا عليكم ونصيحة مني مجرد ما حطيتي الكابكيك بالفرن حاولي ما تفتحي الفرن وخصوصي اول عشر دقايق كرمال ما يهبط عندك الكابكيك ويرتفع متل ما صار عندي اتفقنا طبعا هي اول دفعة اللي حطيتها انا عندي بالفرن والدفعة التانية شوفوا ما شاء الله على هون منظر كيف طلعت ما شاء الله تقولوا نظامي عاملنا باولة بالكابكيك تمام لهذا انا قطيكم بتحط ورقتين لحتى يضلوا بهي اللزازة وبهذا المنظر اللي شهي فضلا وليس امران اللي ما حط لي لايك وما اشترك عندي بالقناة بتمنى يشترك وبعدوا هادا الفيديو لكل رفقاتكن بحبكن كتير ومع السلامة ببداية الفيديو ارجيتكن الكابكيك الكبيرة قدشها هشة وطرية رح ارجيكم كمان برضو هاي الكابكيك اللي صغيرة قبل ما انهي الفيديو على الاخر كمان نفس الشي نفس النتيجة الكابكيك اللي كبيرة ما شاء الله مرتفعة شوفوا ما احلى قلبها وهشة وطرية يلا باي